جمهور الزمالك يعني مش عارف يفرح جمهور الزمالك بيكسب الأهلي وأفرح كبيرة لأهمية اللقاء بالنسبة لكل جمهور الزمالك كل الناس اللي مقودة في النادي ومرة واحدة ماتش دريمز الغاني والنهاردة خبر ماتش دريمز الغاني والتعادل الغريب على ملعب السادة القاهرة وضعت يعني فوز سهل جدا وضمان تأهل من مصر سهل جدا بقوله صراحة ثم بعد كده إقاف القيد في الصيف والخبر اللي قالق كل الزمالكويا لأن يعني خالب بطيب لعب الزمالك السابق طبعا لعب المنتخب المغربي المغربي السابق لقى 200 مليون ربعمية ألف يورو 200 مليون ربعمية ألف يورو فطبعا يعني الجمهور مش عارف يتنفس الجمهور خلي بالكو يعني الأخبار اللي زي دي بتحبط الجمهور وكأن جمهور الزمالك مش مكتوب له ان هو يفضل فرحانه على طول يعني كأن جمهور الزمالك مش مكتوب له ان هو يفرح له شوية دايما من يفرح شوية وتلاقي حاجة تعكن عليه وهنا أنا يعني بصراحة زعلان جدا أن مجلس إدارة الزمالك الحالي مش عارف يتنفس بزي وزي الجمهور إن أنا عارف إن الناس دي لو جالها مساحة شغل محترمة وفيه يعني مساحة إن هم يتنفسوا إن هم يبدعوا إن هم يحاولوا يجيبوا العيبة كويسة وإن هم يوسعوا الدنيا الغرامات اللي موجودة على النادي دي بصراحة تربط وتكتف تكتف أحسن أحسن إدارة في العالم يعني لما تخش تحل أزمات فتخرج من أزمات تلاقي أزمات وأنا هنا مش بحاول ألاقي عذار لحد إن هو يبقاش فيه نتائج وبتعلق أنا بقول لكم الحقيقة كان الله في عون مجلس إدارة الزمالك وكان الله في عون كابتن حسين لبيب لأن الموقف المتكررة من الأضايا الدولية والأضايا الدولية المتكررة والديون اللي على النادي بصراحة يعني حتى لو أنت بتحب المكان هتزهق هتزهق لأن في النهاية الناس تقول لك أنت المسؤول قدامي أنت المفروض تحل فالأمور يعني طبعا أنا عارف الموضوع بتاع خالد بطايب ده وعارف إن القيدة هيتوقف لكن الأمور يعني محبطة شوية بالنسبة لكل المتابعين وكل الناس اللي جوه نادي الزمالك لأن الجمهور الزمالك عنده أمل كبير أنه يفوز بالكونفدر الله السنة دي في ظل الصروف الصعبة ويبتدي يبني فرقة صح يجيب جول كيبر جامد يجيب سنتر بك جامد يجيب رأس حرب جامد ويجيب وينج جامد ويبقى عنده فرقة تقدر إنها تنفس بحقه حقيقي فرقة فيها توازن والقصة سهلة يعني موضوع يقاف القيد ده موضوع خلي بالكوا إحنا من كتر ما هو بقى بيحصل في مصر وبالذات لما بقى بيحصل في نادي الزمالك والإسماعيلي الاثنين فإحنا فاكرين الموضوع عادي موضوع يقاف القيد ده يبقى لازم يبقى فيه خطأ إداري جسيم حدث يعني مثلا تشيلسي من كم سنة كده تقفل القيد السنة اللي كان لامبرد موجود فيها تقفل القيد ليه؟ إنه أشرك لعيب جاب لعيب عمله عقد كان سنه لسه ما تمش 18 سنة كان من بره الإي يو أو الاتحاد الأوروبي فمخالفة تقفل القيد لازم يكون فيه إيه؟ دايماً إقاف القيد ده مع خطأ إداري طب هل الخطأ اللي وقع فيه أو اللي وقع فيه مجلس الإدارة السابق كان خطأ اختيار اللعيب من الأساس؟ أنا في رأيي بعيداً عن الأموال اللي هو كان بيتقاضها دي أنا بدي مش قصتي ولكن خالد بوطايب في الوقت اللي اتعاقد معه الزمالك كان مهاجم منتحة بالمغرب فأنا مبلغمش مجلس إدارة الزمالك السابق على اختيارهم لخالد بوطايب نجح ما نجحش اتفقنا كلنا إنه ممكن تجيب لعيب كويس قوي والظروف عندك ما تساعدوش إنه هو ينجح اسلوب لعب حاجات كتير ياه ما عارفش يتقلم كل الكلام دا شوفناه وعشناه ولكن هل أنا ألوم على اختيار اللعب نفسه؟ لا اللعيب نفسه لما جهز زمالك؟ أنا بقوله كان لعيب في منتخب المغرب كان بيروح لسكوادا على طول كان قابليه على طول تقريباً لعب ماتش من مغرب وليبيا في ليبيا وكان هو اللي بدأ أساسي أساسي في منتخب المغرب المدرب تقريباً كان رينار فكل الأرقام بتقوله إنه العيب ينفع للزمالك اللعيب ملعبش كويس مع الزمالك لكن دي مش مشكلة يعني مشكلة إنه إزاي إنه إحنا نسيب لعيب يمشي ويهدد ومحلش هنا النقطة اللي احنا نتكلم نتكلم عليها وأنا مش عايز طبعاً أوسيق لحد ولكن ما ينفعش النهاردة إن الأخطاء الإدارية للأسف تكلف الزمالك كل ده فلوس فلوس وعطلة فلوس وعطلة لأن مجلس الزمالك اللي شغال دلوقتي هيقض يحقل في إقاف القيد ويحقل لأزمة القيد يحقل لأزمة القيد لغاية ما ينهج فلما يجي القيد يتفتح يبقى الناس كلها شغالة بتنهج قرارات ممكن تتاخد غلط في العيبة الناس بتعمل حاجات بسرعة عطلة استعجال وعطلة وإهدار طاقة وحاجات كثيرة جداً الحقيقة يعني المشهد غير صحي المناخ غير صحي وأنا مرة تانية بقول بجد ربنا يكون في حون مجلس إدارة مجلس إدارة الزمالك لأن الأمور الأمور يعني صعبة جداً الأمور صعبة جداً مجلس إدارة الزمالك مجلس إدارة الزمالك